نواصل مشاهدنا ونبقى في أشياءنا المغربية حيث حققت مجموعة اتصالات المغرب نتيجة صافية معدلة بقيمة 4 مليارات و 610 ملايين درهم فيما تم شهر سبتمبر 2018 بزيادة قدرت بـ 2.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وتعليقا على هذه الأرقام قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية للمجموع عبد السلام حيزون قال إنه مع النمو المستمر في عائدات المجموعة تأتي نتائج الفصل الثالث من عام 2018 لتؤكد التوجه الإيجابي الذي تم تسجيله منذ بداية السنة في جميع أسواق المجموع وضف حيزون أن هذه النتيجة جاءت أيضا بفضل النمو المتسارع لأنشطة المجموعة في المغرب حيث تستفيد من جودة شبكتها وخدماتها لدعم تطوير استخدامات الزبناء للبيانات لسيما بفضل شبكة الجيل الرابع التي تغطي 98% من السكان وعلى مستوى عدد زبناء المجموعة ارتفع إلى أزيادة من 61 مليون زبون في الثلاثين من سبتمبر 2018 أي بزيادة قدرت بـ 8.4% على أساس سنوي ترجمة نانسي قنقر